مرحبا بكم للناس الكل سباح النور والسرور كالعادة بش نحكيه وطبعا نزلنا موصلين نحكيه ونحكيه وحداث احنا اسمه وين تقرب بموعظ جيو وتقرب الجوز والنبيك نبدأوا هكلي هكا ما اتفكروا يشدنا الحنيني شوية لتليتيزم منولي ونحكيه هتليتيزم ونحكيه ألعاب القوى بش نحكيه على كلوب حمامات نادي ألعاب القوى بالحمامات مع ضيوفنا ذا النادي اللي عنده سيت نتفكر مليانة صغيرة أنا ما نقول الحمامات مليانة صغيرة معنا نعرف الاتليتيزم في حمامات ونهبت للتيران تيران سيفيل اللي في الحمامات ونشوف اليزا ثلاث ونشوف الانترونمون ونشوف الناس بوان نلعف لما حالا وقتا نلعف الهونت اما كمين مات الاتليتيزم دي ما تبقى للرياضة اللي جيبت أبتال وتولد في أبتال ومزالة تجيب في أبتال لتونس معاه يكيد أم الرياضات كما يقولوا ضيوفنا اليوم نرحبو بهم برشا نادي ألعاب القوائي المتمثل في السيدة حيات بوكسيلا رئيسة الجامعية سيحمد امراد المدير الفني وبطلتنا رانيا المزوغي اللي هي عدائها في النادي الألعاب القوائي مرحبايا صباح النور مرحبا بكم بحدينا في راديو ميد نبدأ مع رئيسة الجامعية مدام حيات بوكسيلا نفحو برشا كنلقاو امرأة تسير في جامعية وان شاء الله نلقاوه في كل المراتب مدام حيات نادي كورات الألعاب نادي ألعاب القوائي بالحمامات لكن تحطنا في الإطار شكونوا شكون الجامعية هذة سباح خير الناس الكل نشكر راديو ميد على هذه الاستضافة مرحبا يا محمد نحناش حتى عايشك مرسي بوكو بيش نقدم الجامعية متاعي هي جامعية رياضية اختصاص ألعاب قوى تأست الجامعية هذية في عشرة ميه ألف سعامية واحد وتسعين ومقرها المركب الرياضي بالحمامات الموسم هذية الجامعية هذية تأثر تقريبا حوالي واحد وستين عداء وعداء أغلبهم من الفتيات جميع الاختصاصات تقريبا العدو القفز الرمي نادي متاعنا مصنف على المستوى الوطني المرتبة أربعتاش من مجموعة ثمانية وثمانين جامعية تنشط تحت الجامعة تنسية العام القوى والمرتبة بالطبيعة الثانية على المستوى الجهوي وهذية بصراحة أنا فرحانة برشة بالنتيجة هذية خاصة أحنا مدينة الحمامات تفتقر إلى مضمار إصطناعي إذا كان جبنا نتائج ونحتلوا المرتبة الثانية وبالي كونديسيون بتاتن بعض المدير الفني والمدينة وزيرانية توتش بد عليهم كانت فرحانة بالنتيجة معانتظتم كجامعية أكيد معانكم تقريبا من واحدة تسعين تقريبا تلاثة وتلاثين سنة ما فهميش مضمار ما فهميش بيست تجري فيها ما فهميش تجري فيها ما فهميش وعليش شنو السببك تقريبا فهم الملاعب فهميش والله هي الحكاية تتجاوزنا لأنه طالبنا أكثر من مرة بالعلاقل تحسين مضمار عندك الميكرو طالب اللي تحبت كلهم يسمع فيك ايه لا احنا مو طالب حاجة معناها بقدر الامكان احنا طالبنا اقبل بالمضمار الاصطناعي لكن يقولك امكانيات ومربوطة بالوزارة ومربوطة بالبلدية دونك طالبنا حتى بتحسين مضمار معنا تجيب لي حتى شوية توف للمذماء في ملعب بلدي بالحامات دي ما فهم وعود لكن واحد وستين قتلك عداء وعداءة يعني ومعناها والنتيجة هذية اذا كنا جبنا بطولة عملنا بطولة عربية معناها بكل بالكونديسيون هذيكة تصور احنا كان عنا تارطن المهم تحس النتائجة اكثر نتصور ما دا منتي تسير في الجامعية عليها الضوء وهذا تقصير من الاعلام راه وخلينا اقوله اذا كان ما صلتنيش على اللعب القوى بصفة عامة كيف تأسيرك الجمعية في حياتك اليومية اه شنية الصعوبات اللي تلقاها خاطر مش سهل تقريبا في ظل تيوم الجمعيات الكرة والهوند وكل يبكي وشكي ومن الفلوس خلي نتوما تقريبا غياب المستشهرين وغيب غياب برشة حاجة كيفش قاعدة فيش قاعدة تسير فيها الجمعيات والله احنا بالامكانيات اللي عنا عنا شوية مدعمين محبين الجمعية نحب نقدم لهم تحية من خلال راديو ميد وميحبوش يظهروا في الصورة يحبوا يعاونوا ميحبوش يظهروا في الصورة ميحبوش اسماءهم ايضا تتذكر يعطيهم الصحة وبرك الله فيهم ماذا بنا برشة منهم العباد هذوما احنا بصراحة الجمعية التسير الجمعية كي دي جمعية دي اموال دي تمويل دونك انتي اه معناها احنا التمويل الاساسي اللي قاعدة يجينا بالاساس هو من بلدية الحمامات اه اه وديما نطالبه احنا بتحسين اه تحسين المنحة لي ما تجوزش عشرة مليون دينار عشرة ايو قد العشرة ليف دينار هذي قدش تشدكم بعدد الاشهر والله نعرفه كيفيش نتصرفه احنا بصراحة تعرف منا جمش من ان في هذي امور ايدالية ما نعرفه كيش نتصرفه شوية شوية بالكل يعني قتلك ثم شكون يعاون فينا اه مثلا ليت يونيو ثم شكون يعمل لك يقول لك نعمل لك انا نعمل لك مراول اه ثم شكون مثلا يتقابلنا بالترانسبور وقتش نهزو الوليدات ثم شكون يعمل لك لساندويتش ثم الحق ثم مزيل الخير في الدنيا اه اكيد خاطر اه واحد ستين عداء وعداء اكيد عدد محترم اه عدد محترم وشارج واذا كان الامكانيات والاستشهر الاستشهر مزيل نفهمش استشهر الاستشهر والله في العادة يمشي ديما للفوت والهون مكتعرفين خلينا في الالعب خواه ما نتهم مع الناس طقافة خليهم خليهم يسمعوك بش يجي ويستشهروا انا عالش الهنين مش نتحد وقول الاستشهر شنو انتم الاكيد اللي عندكم المستشهر يتبع المسابقات اه اه شنين المسابقات بشتشاركوا فيهم ولا شاركتوا فيهم والله احنا عنا مسبقة اه وطنية والا عنا مسابقة اللي حكينا عليها ولاش نحكيو عليها بعد اللي مشاركة في البطولة العربية هذي كبتاتر تجلب المستشهر فاما نتائج فاما نتائج تو كانت حبينا اذكرهم ولا المدير الفني فيما بعض ينجم يذكرهم عن النتائج اه اه ما نعرف شنو تنجمو نجمو ديه فا اه بالنسبة للجامعية شنو تطمحوا في العدد كيفاش ناموين تكبروا في عدد العدائين تسقطوا عدائين اخرين كيفاش الشاب اللي يحب يجي يدربوا لما غروم مثلا ولي ولده ما يحبش الكرة قدم ولا يحب يحب الالعاب القوي شنو الحاجة شلي كريتيري تنجمو على استيسا متوما دعموا اه اه احنا جمعيتنا راه مفتوحة للجميع يعني اه ديجا احنا بدينا بالا اه بالكيدس او بالا اه بالصغيرات والا دونك اه اعملنا كلوب منطع الليجون اه جوست ديجو معنا مو جي بيش يلعب لاتليتيزم يعملوا ديجو بيش نغرموهم بيش يشوفوا الكبار والا بيش نغرموهم شوفوا الكبار كيفاش يجيوا وبدينا عملنا في كتيفة صغيرة لما حالها مزالينو في بدايته اه لكن ان شاء الله تكبر اه اكيد ان شاء الله وشنو مشيو للصغير بعد شوية مع سيحمادي خليني نمشيو للشارع عليه وبعد شوفوا سيحمادي والمدير الفني عاد في مشيو معا في الفنيات وشنوها كيفاش الجري كيفاش الجري وكيفاش شنوها الانشطة بالضبط الرياضية اللي تقوم بها اه واغطرها النادي ألعاب القواء بمدينة الحممت حرت وستحرت ويمشقري والدي العام الجاي عندك الحق هو الشي كثر اما الواحد يلزمو يعرفش يحب اينا نحب القرائة ولبانو يسمعون زيدا شوفي يا ديال يتبعوا في البرامج الرسمية التونسية والاسادة من خيرة مفامة وترحم البيداغوجي بصراحة طيارة يخدموا مواصفة عالمية ونتائج متاع الباك ما شاء الله عليهم وهكي اللي سي تقول في الخارج اتصلوا بنا في مقر المعهد في نيبل ولا في تونس نهار السبت 27 أبريل جوغني بورتوفيرت من التسعة الماضي ساعة المثالية الاختيار الأمثل انفولين 98 749 416 مواصلين معكم برايم تايم مواصلين مع ضيوفنا نادي ألعاب القوى بالحمامات مواصلين زيدا مش نحكيوا مرة هذه أمور فنية مع هذا أكيد بعد الأمور التسييرية مع مدام حيات بوكسيلا رئيسة الجمعية نذكروا ضيوفنا هنا نادي ألعاب القوى بالحمامات باش نحكيوا مع سيحمادي مراد المدير الفني بطبيعة للي نادي ألعاب القوى بالحمامات سيحمادي تقريبا انت غنيعة تعريف في الحمامات اي تقريبا ثلاثين سنان في الناس اللي يقول ألعاب قوى بالحمامات يقول سيحمادي انا اخذت المشعى على لسي بشير تركي اه اه انا كنت بالأساس أستاذ طرابة بدنية وكنت نقري في مركز النهوض اللي هو تابع للنادي بطبيعة شوف نادي ألعاب القوى بالحمامات انا نقول رغم الظروف الصعبة اللي نتمرنوا فيها اللي قالتها المدام اللي هو المضمار شوف المضمار الطرابي انتهى عهده ما عايش النجم ونمرنوا على على طراب اه وقت اللي انت تمشي في المسابقات معناها وتنافس اه في رق اللي هي عندها اللي ترطم اه معناها سواء في نائبر في القروان في سيدي بوزيد اه في قفصة اه وقت اللي أولادك يتحصل على مرة تبنقولش لولا ولا الثانية اه كيتحصل هو على مرة بارابعة خامسة سادسة موجودين انجاز انجاز وكان انتوما تجيوا تشوفوا معناها ملعب الحمامات اه معاش معاش كما قدتك المدام معاش تيف ولا طراب وحجر اه معناها تصور انت العداء يتمرن في الظروف هذيك شنو ينجم يعملوا ورغم ذلك انا نقولك عنا معناها دو بوين دو فيو كاليتي اه عنا من احسن العداءين في تونس اه ما نحبش نذكر الاسامي اما فما عنا عداءات توكيمة رانيا مثلا رانيا عمناول عامل احسن وقت في تونس على الميت متر اه بالظروف بالظروف هذيك تعملك هي ميدالية فضية في البطولة العربية ومعناها وتجري معا كما قلتك انا ديزة ثلاث اللي معناها شوف الظروف اه اخرى ميزانيات اخرى فما ميزانيات تفوت حتى الخمسين الف دينار في نوادي راه فما احنا عنا مشكلة زادة في الوطن القبلي احنا ما عناش مركز مركز نخبة وهذه دعوة الفيدراسيون هذي موجود في القروان موجود في قفصة موجود في 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 قابس ولاية نابل تقريب فيها 14 فارق العاب القوة اكثر و اكثر ولايات الجمهورية اللي فيها نوادي ولكن انتي تشوف كما قلت لك 14 نادي و بعدنا شوية لانه ما عناش مركز اللي لم مثلا جيت انتي تلم احسن العناصر اللي موجودة في الجمعيات الرياضية في ولاية نابل كما يقولوا اكيب ريجيونال ولا اكيب ريجيونال اه نرجع للنادي متاعنا عم ناول نبدأ عم ناول اختيش سنة ما زالنا عدا ندخل في الكمبيتسيون معنا سيوربيس عم ناول مثلا نادي اللعب قوة بالحمد بطل تونس دنياوات في العدو الريفي كأس مرتبة أولى ما هوش ساهل انك تتحصل على مرتبة أولى في العدو الريفي اللي هو اختصاص سيدي وزيد وغفصة والقروان عم ناول عنا 24 ميدالية وطنية هاي فهم النتائج فهم النتائج ممتازة جدا قلتك عنا لكاليتي شنو اللي ناقصنا هو اول حاجة الجامعيات الرياضية تمشي كين بالدعم تمشي كين بالأموال وحنا كما قلت سيدة الرئيسة احنا عنا ميزانية نتصرفوا فيها ما ننجموش نمشيوا في حاجات اللي تفوت الميزانية منتاعنا من هنا نقول لك مثلا كما قلت لك 24 ميدالية وطنية كأس تونس في العدو الريفي معناها ثم نتائج ممتازة وممتازة جدا والقادم أفضل ان شاء الله على مستوى الاختصاص ما نعفو الألعاب القوية هي أم الرياضات كما يقولوا انتم كنادي ألعاب قوية أهم الأختصاصات المركزين عليهم والليزات ليت بتاعكم مجلين هي الولايات نابل هو الوطن القبلي معروف بالسبرينت الصرعة القفز والرمي رمي الجل الرمح كل كل عنا 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 نزوز بطلات في الرمح عنا مثلا أكتيول مو عنا بنية بش نسميها المرة هذي متسيرش إسراء أبو عسكر عند أحسن رقم في القفز العالي هي صغريات أخر مرة في ملتقى سوسة حق متر وخمسة وخمسين ماشاء وعند أحسن رقم على معنا في جميع الأصناف لبنية هذه أنا مأكد لو كان تلقى اللهوة تنجم تمشي البعيد في البطولة العربية التي تصير في السعودية شهر 9 ألفين وعبا وعشرين إن شاء الله أما على كما قلت لك تلقى التربوسات تلقى اللهوة تلقى الحاجة عنا مثلا أبار إسراء عنا عنا في سبرينت عنا رانيا عنا في الرمح نسمي عنا تسليم عنا سليم عمير أي عنا 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 بنيت عنا بنية توا أنا بنسمي لي ريفيلاسيون اللي هي هديل السليمي تقل في شعب ترياضة سنة أولى سنة أولى صغريات أخر بطولة إقليمية في تونس في سباقة 400 متر معناها عن النوايو موجود نوايو موجود ينقص ينقص شوية دعم وينقص وخاصة البنية التحتية خاصة مفلتية لدي كمدرب نتصور كريفية كمدرب تصعب عليك لما في المسألة هذي بطبيعة بطبيعة وحاجة أخرى سيموعات قال له ملعب الحمامات يشترك فيه جميع نعرف كل شيء موجود فيه وقت اللي تلقى مثلا الفوتبول يراني يراني الفوتبول يجي عم بريبارسيون فيزيك غديكة التينيس يجي عم بريبارسيون فيزيك غديكة مثلا مثلا ثم الناس تعمل مارش متنجمش انت تحط مثلا على مثال عن مرام المهاذ باختصاص الحواجز متنجمش تخدمها في البيست الحقيقة ان شاء الله الضغط الضغط كبير هو من الساعة الخامسة للساعة الثامنة مشكلة وطانية تقريبا نس كول تكمل فرد وقت ونس كول تلعب برياضة حتى يتم اعادة النظر في التوقيت بصفة العام خطر الانشطة الرياضية علشنا ولاي صدفة انا شفت سيحمادي راني في البنايات قلت شنو ها هيك راحكيها صارت لاي والله بصدفة معانتها شنو قاعدين يحضر الكمبيتسون صحابهم معانتها صباريخ قالوا اللي ارى هم العاب قوي وموجودين في المدينة الحمادي وفريق كامل وقت تكلمت مع سيحمادي وقلت شنو اللي تعمل معانتها كنت فرح برشا ومن هنين نحييهم نحيي مدام حياة زادوا سيحمادي على المجهود اللي يقوموا فيها في الدور التأطيري نشوف دور التأطيري اللي قاعدين نقوم به بالنسبة للفتيات اللي قاعدين يدربوا فيهم لأنه هذي الجمعية في دورها المجتمعي الاساسي هو التأطير ومهم برشا حاجة ثانية هي الرياضة وهي مهمة برشا زادها في حياة وقبلنا تحطوا على الصحة إلى غير ذلك وثالثا الدور المجتمعي اللي تأطير بركلها مش هي وصولها حتى عنا واحدة من بطلات فنحيوكم على الدورة تقوموا فيها مدام حياة سيحمادي وكل الناس الموجودين واللي سهرين على نادي ألعاب القوى خليني مشيول بطلتنا سيحمادي رانيا المزوغي رقام به عن مستوى العربي أولا أنت بدت درب من نادي ألعاب قوى في حمايت بنت النجم نقوله منتوج نادي 100% منتوج محل 100% عطينا شمال المشاركين اللي شاركت فيهم عملت شاركت في البطولة العربية بطلت عرب في مئة متر تحصلت على فضية 2021 سنة 2020 حصلت على ذهابية في تناوب وبطل التونس على مئة متر تبارك الله بسرعة ما شاء الله تبارك الله تبارك الله الهنا نشوف انه خاطر اختصاص سيحمادي اختصاص واحد صعيب 100 متر 200 متر اختصاص هذا صعب جدا خاصة المورفولوجية في العضلية المشاركة اي هي خاصة انتي معناها تورانيا تشوفها ما تقول هذية سبريت الفيسو ولكن لا لا الحقيقة انتي عربية هي خدامة احنا استقطبناها من اعدادية الهديوالي من اول عام تاحها شفت فيها اللي عندها امكانيات معناها باهية خاصة في الصرعة خدمنا شوية الحقيقة امتعربية هي مواظبة على التامارين وكانت موفيش اصار الحقيقة بطالة تونس عامتها في المئة متر شاركت في بطول العربية في تونس تحصت على الفضية ثم في الموسم اللي بعده شاركت في البطول العربية وصيات تحصت على ذهبية التتابع مع الفريق الوطني وان شاء الله سنا زادة تكمل لنا في نفس سر الغرام خلينا نبدأ من البداية كما يقول الغرام بالالعاب القوية والعضو بصفة النعم هو غرامي من الصغرى وكما قال معناها مستو حمادي معناها بديت من الكوليش من اعدادية هاتي ولي وغادي كما معناها سمعت الفم معناها بدي العاب القوية بالحامات وتوجهت الوطول واختقت مستو حمادي معايا هو اللي اغطر ومن الول كنت تحب تعمل صوان ماتر ولا تحب ألعب قوية تتفرج من الول تمارس فيها اي المارس فيها من الول ومبعضيك هو اللي هو اللي هزك الاثنية هو اللي هزني الاثنية نحب على اكيد ويعطيك الصحة على المردود هذا ومن بعد وصلت وين تحب توصل تو انت ك بطلة عرب في سن صغيرة شو على الصيف سنة فما لالعاب الولمبية اكيد الحديث بعد شوية اشهر اخر بالأقل ناس كل فشتفهم في الالعاب الولمبية سيحما اشهر كل اغطي في المية ميتر مترو وفي الناداس يتحلل المزلة هذي شنو تطمح انت اكيد بعد البطولة العربية هذي شنو وين وين تحب توصل بطبيعة حب نوصل ما اعلم اه شنو تحب نحب نعمل الولمبية نحن شاركت في المنتخب كيفش شفت التنافس في المنتخب والاجواء في المنتخب والتمارين هل معنا تحس انو المنتخب قاعدين قاعد يقدم بالامكانيات تاعك قاعد يزيدك في الاضافة على مستوى التمارين خلينا نقول اي فامنا كيفش تتناو على المعامل المنتخب تربوسات تربوسات اي كيفش يختلف معنا على اجواء النادي اي بطبيعة يختلف في خطر فبابا احنا ما عندها نخدم في ما عندها كيفش فهم يوميا يوميا طبوسات يوميا وفوق من هذا يعني هونيا ما عندناش الامكانيات الكاملة غادي كان نقى كل شي نقى راحتي بش نخدم عطرطان نقى كل شي هنال هذا الفرق يا حمدي توفرة الامكانيات النافس النقطة هي نحن يزمو لثلاث ومو دو فو ثلاث فو سمين يلبس الامكان تعرف احنا لدينا الامكان السبادريات الخاصة بالعدو يزمو يلبسوا قدك دو ثلاث فو سمين الامكان الامكان لل المزمار ايضا انت فسر لي كيفش مش تلبسوا الامكان بالمسامر عطرب احنا بناتنا وولادنا يلبسوه نهارة الكمبيتسيون ما يترانيش بيه جملة معناتها ما يترانيش بيه يقلخور هل هو حذاء مخصص للرياض هذيك معناتها بالضبط معناها مشكلة كبيرة يسعيش قتلك الم من هنا شوف الدتائر دعوة 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 معناها ملحة لصوت الاشراف الولاية نابل المندوبية الجهوية لشباب الرياضة بلدية حمد انه يفكروا في مضمار اصطناعي بلاي قدش تكلف سي حمادي انت خبير معناتها بلاي قدش تكلف بلاي يتكلف قدش دو مليار تقريب قدش تكلف دو مليار دو مليار احنا اه قلتش قلنا خمامنا راهو راهو سي حمادي اكيد معك في الموضوع اي ومدام حياد اكيد خلينا نحكيو عالامور الادارية كان يتكلف زوز اثنين مليون دينار راهو حتى شي قدام النتيجة قدام بطولة عربية ولا قدام ميدالية ان شاء الله هنهار اخر راهو ننفستيو نهارش مدام حياد اكيد هي عندها اتصالات مع المسؤولين وكل شي راهو اعداد مضمار راهو مهم معنتها للجنرسيون حتى ما نجيبوش حتى ميدالية المضمار فقط كفتيات الحمامات وغيرو المدن المجاورة يمشيو ترنو فيه راهو ما يسوى حتى شي معتل الفلوس هذي يسوى حتى شي اكيد انا بالله باش نحب نعرج على نقطة في اتار المضمار احنا جتنا زيارة من عند فرنساوية جوا سكنوا في الحمامات ومعناها عايشين في الحمامات في نزل في الحمامات ويمشوا في نابل علش لانو معنىش يعني تصور انا في الحمامات يعني احنا مش نخدمو في الرياضة برك رانا نخدمو حتى في السياحة ولي وجهة انو تسكن في الحمامات تكري في الحمامات شوف قدش يدخل لكن تراجع فيه احنا منش نخامو كن الرياضة فقط ونشاط هيدا قمتوا به الايام الاخيرة بالنسبة لل عمل بارتوناريا بيننا وبينهم جوا تصلوا بنا السنة الفارتة قاعدين يترينوا فيهم هما مشوا قالك احنا منش مش يترينوا في العطراب لك مشوا النابل لكن عودوا ورادس لكن عودوا وراجعوا وطلبت نعملوا كنفنسيون مع بعضنا وصفة معناها عملناها وان شاء الله عام الجاي باش نستقبلوهم مرة اخرى واش يستقبلو هما بعض العدائين عندهم هما لك شركة في التجارب في الخبرات تبادل ونعطي فرصة مخاوش مظمار قادل في الحمامين تذي سحر مدينة الحمامين بالضبط بالنسبة لل بارتنرياء مع الفورفير فما مشروع ان شاء الله يكمل اللي هو مثلا تبادل زيارات تبادل العدائين ومشينا في فكرة مع رئيسة النادي انتاحهم وانا عنا مثلا يعملوا اجازات في فرنسا يولي وشركوا في الشامبيونات دو فرنسا فانتر اه هاي اي هاي مهم وكي نستقبلوهم هما بناتهم يشاركوا في الشامبيونات دو تونيزية معناها عنا يمشي ويشاركوا غاديكة واحنا نستقبلوهم كيف كيف نفس دي ما نطيحوا في نفس المشكل وبحكيتك معاك سيموعاد ومدام حيات قالتو الكلام معناها انتي تسكن في حمامة تعمل في المسكولاسيون في الطروة دي وعملنا اشهار طب اه 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 تبادل تبادل شوش خرجت صحيحة معاش ترجع و اه وبعض تشترينو في ردس اه معناها احنا لو كان عنا من عاش اه طرطان تولي مش مش الفورفيل بركة بتاتر معناها العديد من الفرق الاوروبية اللي تنجم تجي تستاجر حب تقول ولي انفستيسمون معنات استثمار للمدينة والجهة طلب ملح معنات فقط هو ثنين مليون دينار هيدا رئيس يتلم وره واحد رجل اعمال بركة نجم خممنا في حاجة مثلا ثم في رق اه في في تونس يجي مثلا يعمل دوكلوار اه تروكلوار اكاو فقط اكاو للتمرين فقط ولا للتمرين تبدأ بهم ومبعد تكمل ها معنات بس ما تقول انت نقاو اكثر نمشيوا في اكثر ما يمكن من الحلول معنات نعمل تروكلوار ولا دوكلوار نبديوا بهم على قليل قاو ثم في رق في الساحل بالامكانيات مع البلدية المكان يعملوا يعملوا دو مثلا بيست متاع ويعملوا دوكلوار اللي نجموا يختموا عليهم هذا من الحلول ما شفت ما خليه ويش معناتها يعطي في حلول متاع دوكلوار اي يسميق متاع قلول اعطينا معناتها ننتراني والله نشوف احنا انتم الهنا بحضين انت شاء الله يكون صوتكم وصول خطر نشوف ماذا بنا عنا برشا ايرانيات كما يقول بطولة عربية عليش لاي بطولة افريقية نجموا تكونوا قادرين ان شاء الله تقريبا مدام حيث ثم قادرين نجموا جهدوا دي ما نقول كلمة اللي قادرين يسيروا قادرين جهدوا صعيبة العاب القوى صعيبة صعيبة العاب القوى هو على مستوى عالمي وصعيبة على مستوى صعيبة خلي على مستوى محلي هل عندك رسالة تحب توجهها الناس اللي تحب تدعم الرياضة هذي شنون الحاجات اللي توضيف للطفلة والطفل اللي يجي يلعبوا الرياضة بيه احنا انا دي ما حتى الانسان كي نمشي نطلب منه الدعم نقلوا راهو العاب القوى صحيح احنا نقطرو نقطرو في الشباب في الرياضة راني نقطروها في برشا حاجات اخرى راني نقطر في شاب اليوم بيش نهار اخر ما يخرج لكش للشارع دونك انا نخرج لك يعرف يخدم في اطار مجموعة يعرف يتعامل مع اصحابه يعرف دونك انا كي نقطر لك انا شاب من نوع هذيك راني بعته على مشكلة راني سكرت له بيب اخر بيش كانش يمشيله بيش مندخلش في متاهات اخرى دونك انتي كصاحب مشروع انتي كي تجي الدعم الجمعية هذية رك رك تقعد تقدم لرجل مستقبل لشباب المستقبل حاجة به يا برشا ورك للمشروع متاعك في هذا الاطار نحب ندعو كل واحد معناه يجي دعمنا والدعم راهو مش حتى ماديرا راهو دعم برشا طرقي يعني حتى حتى على مستوى الجمعية انا كن نحب ندخل في نحل بارانتاز انا الدرشتراني في المهام متاعي كنت كاتبة عامة كنت كاتبة عامة بعد دخلت يعني نيابة اولى المدة النيابية الاولى رئيس الجمعية وعودت مرة اخرى لانه حتى العباد ما تحبش تدخل للجمعية ثم عزوف ثم عزوف كبير على العباد ما تحبش تدخل معناها تنشط في الجمعية دوك انا ندعو لكل واحد وخاصة الشباب بالله هذي هذي نقطة كبيرة برشا منيش فاهمينا عليش احنا وصلنا نقحنا القانون الاساسي القانون الاساسي كي دخلت للجمعية لقيته اه يعني 25 سنة فما فوقي اللي باش يدخل ينشط للجمعية فلا دوك هابطناها 22 سنة قلت على اساس يعني القدامة القدامة متاع الجمعية العدائين القدامة يدخلوا شباب خي قدش نقعد وحنا نسيروا فيها الجمعية موش يجي نهارو وش نخرجوا دوك ماذا بينا احنا شباب يدخل يدخل ويتعلم شمعنا تسير ايدي شمعنا تسير ميلي مشعل فلا ياخل مشعل ما تلقاش ثم عوزوف كبير يعني انا المنده هذي الثاني هاي شتوفة اي شتوفة منيش نعود منده ثالثة يشكون يحب يدخل ما تلقى حتى حدي يشكون يحب يدخل يسير الجمعية وكان نخرج واحنا بشتسكر جمعية بالحق ان شاء الله نتمنى ولا انا عليش قلت لك انا من المنبر هذية ادعو كل العدائين القدامة واللي واللي عز عليهم بالحق نادي لعاب القوى بالحق بش يدخلوا يسيروا الجمعية هذية ونطلب كل واحد يدعمنا ماديا راهوا اللي يدعموا راهوا بطبيعة راهوش تربحوا في السنوات القادمة نربحوهم في السنوات القادمة اكيد سيحماضي تقريبا الغرام اللي قعدنا اللي قعد بليم من الجمعية اكثر منه وحاجة اخرى الغرام سواء الهيئة مديرة ولا اطار فاني ولا عدائين انا انا تقول لك لاني اقول لهم لن نعمل شخص انا ولن نعمل شخص في هاجة أشخاص الأعب القوى الغرام والأعب القوى عنده موالية أكيد شوف كما في حمامات كما تشوف في الناوادي الاخرين كنتشوف في الناوادي الاخرين نفس الاشخاص هكذا المهمة غرام احنا تقول لك ماذا محبة حتى حدا في الحمامات يحب يشد المسئولية ايه قلت له مثلا انا نحكي على روحي قداش نقعد فيه الكلاب قداش نقعد فيه الكلاب لان انا مثلا نمرن الكثمانين تصبح نمرن العشرة نمرن الماساتين نرجع على الاربعة وميقلق نيش ولكن الى متى قلوا ايجي يخوضوا المشعر وهذا وهذا مهم هم يسلس مش على يعطيكم الصحة مرتين اخرى نشكركم ورانيا كبش في الحلمة واكيد بش نتمنى ونهار اخر يجيب حلينا هنا ويجيب لنا ميدالية افريقية اولمبية عليش ليه تعرف كلها الحكاية كلها بدت بحلمة راه وبدت بغرام بدت ناس وطوق فوراك لكن بعد تمشي كبش في الحلمة لا بطبيع عمد دمعي مسي حمادي الحمدولله يا ربي والله برسمي مسي حمادي قدوتي والله قدوتي وقوتي بش نكمل انا حتى فلانترا المنكر هو برسمي تقوى بش نكمل هو يعطيني القوى مسي حمادي يعطيك الصحة ويعطيه هو الصحة اكيد مجهود كبير قدوتي نتخموا بيها اعطيكم الصحة انشاء الله سي حمادي جيبونا الميدالية اكثر واكثر وكبشو في الحلمة بتاعكم حتى مدام حياة زادة ميسيلش لقامنا حل قانوني عمل وليش النيش ده وليش النيش ده وليش الهنيه وبطبيعة اللي ان شاء الله يكون رسالتك وسط كسوى المسؤولين كسوى النيس اللي تحب الجيد سهير وتحطي ديها في العجينة كيما نقول احنا اه بلغتنا نشكروكم برشة تيكم الصحة وفرحانين برشة اللي اه كنتوا بحثينها كنادي العاب قوى بالحمامات اولا على الاقتصاص متاعكم على مستوى الرياضة هذي وحنا في سنة اولمبير تانيا على المجهود الكبير اللي قاعدين تقوموا بيه في ظل الصعوبة وما في رقم تعفوت وهوند وعندهم امكانيات وعندهم الصعوبات في تأسيره انتوما اللي باقي مشادين وكبشين وجبتوا النتائج نتمنى اكثر النتائج يجيبونا ان شاء الله اخر سيزون ميدريات وديما راهوا اه راديو ميد محلول لتلكم ووقت اللي تحبوا اه مرحبا بكم ولاتشرفونا شكرا لكناك ضيوفنا عليهنادي الهPer ما بالحمامات سيدة رئيسة الجامعية سي حمدي ابرادى المدير الفني وبطلتنا العدياء رانيا المزوقي نشgerكم مرة اخرى على الحضور شكرا لكم لكل الحضور شكرا المعادثة تكotheك الصحة شكرا سمaya شكرا فرح شكرا لكم انتمning مثل تابعونا في ايحنا نحتويكم موعد غدوة كالعادة في ايحنا في نفس التوقيت دما باي باي